السلام عليكم ورحمة الله تحية لكل مواطنين المغاربة وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله أخوتي المغاربة دبا حالياً نعيش في مشاكل ولكن ما عارفون الأكثر ما عارفوش الحلول الحلول رأس سهلة والله العادي مسهلة وبينها نحن قصنا الأسباب والأسباب متعدة ومن بين هذه الأسباب كان في حد ذاتها هي علم في حد ذاتها علم علم المعرفة الحقيقية للوجود الماصير اللي هي دراسة شوية طويلة ما غادش نقولها دبا حالياً وكانت لها علم التدبر والتفكر الرؤية المستقبلية وكان علم ثاني اللي هي المعرفة المسبقة التي تقوله إلى دفرة الحلول وكل شيء الحمد لله سهل ومفر لنا حالياً غير إحنا ما عرفناش كما كان قوله الكود نديل الحاجة يعني الرمز نشارك معكم الرمز واحد الرمز اللي هو يخليكم تعرفوا بزدد هذه الأمور إذن الله سبحانه وتعالى وربما كان علم باطني حد الآن ما كانش حالياً ما كيادروش عليه قليل إلا واحد يسبق لي لكي تضرع لي الناس اللي واعين في السوشيال ميديا وهذا العلم الباطني سبحانه ما عنده علاقة واطني ذا بالعلم الظاهري بحيث يرقي النفس ويجعله ترقق وتنزل واحد المكانة المكانة الأصلية وحالياً ذا بالنفوس والنفوس حدث النفوس كامل تعاني واحد الحروب الحروب هي ما بين النفسين النتجين عن التمتع بقدرين من التبثل الفعالي اللي كمزيئي هي النفس الأمارة والنفس المطمئنة ونهيك عن الحرب الشيطان والأتباع من الجن ومن الإنس والعياذ بالله المغرب نصارحة نصارحة خصوة المعرفة خصو العين خصوة المعرفة خصوة يناول انسان يعرف ما هو الهدف من هذه الحياة فإن أعيش في الدنيا فإن أعيش فإن أفضل هذا أيضا حدث لنجعله من بعد إن شاء الله ودابا نهضروا إلى الأمور التي حالياً يوجد لدينا محاولة مثلا تطبيع نذكر جلالة المالك تحية رسمية لجلالة المالك تحية حب وكمل وتقدير وبعد المناسبة جلالة المالك لعبته واحد ضر فعال وهو عنده أساس وعنده واحد علاقة وطيدة اللي كتكمل عنصرنا دي الأهل آدم درية تبني أحيث حنا كمنا كنا نحاضروا من سلالة آل آدم ولكن المشاكل دينا نتجاج عن من شنس أسباب كنجوش الأسباب هي اللي خلتنا نعيش هؤلاء المشاكل كاملين من الأزالية الدابة وتلمس قبل الجاي اللي هي الشهوة والغضب والعلم ديالهم رهبين تطبيع رحمة عامة هذا هو الضر اللي لعبه جلالة المالك وتن الضر اللي لعبه المغفور الراحل قدس الله وسير الحسن الثاني اللي هو عنده واحد ضر فعال اللي هي أساس المحبة متيني الضر المحبة والضر اللي لعبه عشاني جلالة المالك محمد الخامس اللي هي لعبه حضور اللي عنده واحد الأساس اللي هو فمتيني توماتين اللي هو اللي يصدق على الأضوار الأخرى اللي هو الإيمان تطبيع رحمة لذلك أراد الإسلام أن يطبع الناس بالرحمة الشاملة وأن يغرس جذورها في قلوبهم حتى تمسل هذه القلوب خير وبر كما أمر بالتراحم العام بين سائر العباد وجعل ذلك من دلائل تمام الإيمان وكمال اليقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى ترحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه لكنها رحمة العامة وقد تبت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما بالناس لا يخصص المؤمنون ولا المسلمون ولا الموحدون بالناس عامة وحتى بالحيوانات والنباتات وباقي المخلوقات فمن هنا نفهم أن الإسلام يوسع أفاق الرحمة حتى تشمل جوانب فسيحة من الحياة وعددا ضخما من الأحياء حتى يتحقق وعد الله الذي أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم أصلاً 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 نحن نتابعين السيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود والنصارى وفهمتيني ومن ناحية في أي مجال حاجة واحدة غير متبعش السقوط اللي وقعوا في ذبع حالياً ما يسمى بالسقوط الكسمي والعديد من بعض العلماء والسقوط الغربي حيث المسيحية سقطت من قبل وليهودية سقطت قبل منا وحالياً الإسلام تعج عليه وحد دابة وفهمتيني باش تحاول إسقاط مديره ولكن بإذن الله سيصدار باش سيصدار ما هي الأسباب التي تجعل الإسلام يصدار؟ هي الأخلاق الأخلاق وخسلها نبوية كريمة وعاطفة إنسانية نبيلة قرر لي داروا جلالة المالك صعب 100% صعب 100% عددنا وفهمتيني على سبيل البيض وفي صفحة الله وفي صفحة الله وفي صفحة الله والله عز وجل سننصر الأمم دياله و سنصر الأمم الخرطاهية بالحق التطبيع لا يعطيش فاعلية حاليا نقول لك علاش حيث الأكثر يمدين الناس ما عرفوا ما هو التطبيع و ما هو الدور دياله المستقبالة هذا هو الدور المهم نعطيكم واحد القادية نحن المسلمين من الواجب علينا من الضرورة عندنا نوطل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع جميع الدول و تا الدول روسيا و الدول الأوكرانية و نحاولوه هذا الموقف حاليا اللي غنا نضروع عليه تاوى اللي واقع في روسيا مع أوكرانيا ضروري يخسج جلالة المالك لعبوا حد دور فعال كمة و السعتي الرحمة حتى تجمل جوانب فسيحة من الحياة أعتقد بنا تم اتفاق جلالة المالك و ستحاول تنهي هذه الحرب لماذا؟ أنا أعطيك واحد دلالات اللي هي جاية مستقبالا في 2025 سوف ينزل مدننا هذا مشكل هذا حيث نحن دبعنا عنصر الأدم آدمية كاملين عندنا شر سوف ينزل من السماء سوف يسقط على الأرض والشر آخر سوف ينزل من الأرض و الشر الآخر كي حاربنا من قبل اللي هو النفس والشيطان يعني كان من خلال الدولة لدى الحرب هذه و من خلال التوعية التوعية تكون شاملة و مشمولة إن شاء الله من رجعين إن شاء الله سنحاول نتكلم بواحد الكتاب اللي هو كفيه بزاف ندي المزايا و حاول نستند له و يعاون في علم المعرفة الحقيقية للوجود المصير اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي و فاعل الجرس ليصلك كل جديد و شارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريط إلكتروني وطني شامل ومستقل